تواصل كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعلياتها بالمحافظات حيث تم بناء عدد من المنازل للمواطنين وتنظيم ورشة عمل خاصة بتصنيع المشغولات اليدوية والإكسسوارات وأعمال التطريز يأتي ذلك تنفيذان لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وفقا لقطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية كما أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف كرتين مواد غذائية على أكثر من 75 أسرة من الفئة الأولى بالرعاية بقرية بني مهدي بمحافظة المينيا